اشتركوا في القناة الفشار اللي عندك ده وحشني اوكي اواصل حضرتك يا فاندن؟ لا لا روح اركي العربية وروح انت انا هتمشي شوي فضالة يا شباب الاكل جاهز سيادة المتشار هيلحقنا لانه جاي في الطريق حبيب اعمل 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 شخص عبوية 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 مح broom أدويا أنت ساعد بي ساعد بي ساعد بي ، ساعد بي ما ذلك ما ذلك ايه ده بإذن الله خير يا رب يا رب يا جورج أنا أول ما سمعته ضرب النار قلت أكيد بابا ان شاء الله خير يا رب يا وليد أكيد اللي حصل ده لي علاقة بقضية عماد وصبي أنا أولتله مطقفش قدام الرجل ده الموضوع يوصل من قتل هو فيه كده يا جماعة مش عايزين نجزم الموضوع بالطريقة دي مستاذ ثابت محمي مشهور وكبير جدا يعني عنده قضايا كبيرة وتقيلة قوي في البلد وأكيد ليه قعداء كتير علش هو الحقاني دايماً كده نعم نعم ربنا بس يطمين عليها ربنا يطمين عليها شاء الله بابا 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 انت كويس دكتور ايه الاخبار مش هادرون لك ايه حاجة دلوقتي مفيش حاجة يدلنبع تمنى ربنا يستهل يعني ايه يعني قول ربنا يستهل ان شاء الله خير يا رب 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سابت ده اكتر من اخياتي ربنا يقوم بالسلام ما تقلقش ان شاء الله يبقى زي الفلح يا رائف لو احتاجت اي حاجة مش محتاج اوصي سلام عليكم عليكم السلام عليكم عليكم السلام معالف السلام سلام عليكم معالف سلام ألف سلام علي بابا الله يسلامك يا حسنا طب مني ده كاترة قالوا ايه ده كاترة ما قالوش حاجها في حالة تعطين غريبة كده حتى مربوش انها بات معا النهاردة في المستشفى معلش ان شاء الله خير يا رب ألف شكرا يا حسنا اخص عليك يا رائف اللي انت بتقوله ده بتشكرني يا حلقي تعرف عم السابة قد ايه انا بحبه وبعتبره زي بابا بالصبت عارف عارف يا حسنا اللي حصل ده كسر لطهري ابويا كان كل حاجة في حياتي كان ظاهر يوم سندي هتقولش كده خلي أملك في ربنا كثير ايه يا وليد انت لثابت عامل ايه انت لثابت تعبان اوتي انا كدكتور بقولك ان ما كانوا لصاصة كده في الظهر فما انتعل حطورة يعني ايه مش هيعيش ربنا اقدله طولة العمر بس حتى لو عايش بتتوقعيش يعني انه هو عايش طبيعي لا حوله القوة إلا بالله طب ورائف عامل ايه رائف تاي تحس كده انه هو مش شايف اي حد حواليه طبعا يا حبيبي ما هو انكل ثابت هو اللي له في الدنيا بقولك ايه دول 3000 جنيه ايراضي لعيادة مبارح والنهاردة طبع لي منهم الفين وحطيهم في الظرف عشان بكر وانا نايزل عادة عايزة العربية طب يا حبيبي اطلعين تغير لحد ما جاهز لك العشان احنا خلصان قصلا اغسى عليك يا راجع بقوا كل ده يحصل وما تكلمناش تبلغينا لأ انت بتهزري يا بنتي ما بسألش ايه بس والله انت لو تعرفي انا كل يوم قتولة ازاي برجع من البنك مش قادرة اتحرك بافضل قاعدة عكنا بقى قدام التلفزيون انا حتى مش عارفة صعب ماما في شغل البيت خالص ما انا قلت لها هجيب لك شغلة بس هي مش عايزة المهم سيبك انت بقى هتعمل ايه ما حسن ايه هتطلقي لا يا شيخة عوزوا بالله طب اهدي اهدي طيب اهدي بس طب اهدي عشان نقدر نتكلم طب استني طب اسمع فيه ايه مين ده اللي هيتطلق طب سويني هكلمك تاني مين ده مفيش يا ماما مفيش انت قلت فيه طلق مين اللي هيتطلق راجع بنتك اللي هتطلق يا مصابتي يا حبيبتي يا بنتي اي حبيبتي تنازل ولا ايه ايه يا حبيبتي رايح فين ايه مش غار كده الاهل الصحابي باعتين معايا هدايا وفلوس ده انت هتتأخر بقى على كده ايه موحشي حتى موحشني اكيد انا عنا نفسي مش هتتأخر خالص حيث عاوض هنا سنتي عارفة بقى زحمة تحت وبناية ايش يا حبيبتي روح وترجع بس طلب خليب عليك يا روسك انت كمان رايح سعجون الان رايح سلام ايه انت تريد دلوقتي حبيب اي دول ما انتش عارفة اي دول مفيش مصري جرايا هند في ايه متعدي على اي صرف وانتي ماشي وتغيري ماشي انا اخد الوضع عمر ونطلع بالليل على السحر والجمال نجيب التنوين اما حاجة تعدي علي بالليل ليه انتي معاكي تمنيني كفيكي ومين يا ساتي انا بحب اقمن نفسي حاتش دمان الظروف عمنا بسالي ماشي بس تقولي لي قلتي ايه الجوزك عشان تاخدي منه فلوس دي ايه يا علي الاخبار طمني تمام يا حسان باشا كله تحت السيطرة تحت السيطرة ايه بس وزفة ايه وبتوقع السحرة والجمال طايحين ولا حد عارفي لما هو ما انت عارف يا حسان باشا النظام يا باشا لانظام ولا زفت البلد لازم تنضف من الاشكال دي وانا هنزل انا اتضبهم يا حسان باشا ما انت عارف الاوامر يا بيه لا اوامر ولا غيره انا اتكلمت مع الليه ورفعة الهواري وهو كمان مش عاجبه الكلام ده وداني كارت بلانش قال لي تصرف وانا بقى لازم انزل بحملة وهجيب العالدي يعني هجيبه باش ما انت عارف راد متاسي وفي مباحث عمي اهلا وسهلا بحيث اهلا وسهلا بحيث اهلا وسهلا بحيث اهلا وسهلا بحيث احدا معم مقدر قلق حضرتك ومقدر اللي انت فيه جدا بس احنا دلوقتي قدام عضاية شرافقاتي بواحد من اهم محامين مصر فكنت حقا بعرف من حالتك بس بتتهم حد معين والله يا فندم انا ما عنديش دليل عشان اتهم حد لكن كل الناس بتربط اماد وصفي بالله حصل لوالدي اماد وصفي بره 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 اسبوعيه واحنا معرفنش نستجيقه بره حضرتك يا فندم سيد العارفين محدش من الكبار لما بيعوز يعمل حاجة بروح يعملها بيده يعني اماد وصفي مش هجيبه وسادس ويضرب ابوه بالنر قدامي يعني كلمك منطقة هندسك بس انا حابب عويدك ان اول ما هيوصل هنستدعي ونستجوض ده لو رجع عشان هو لو مرجعش هيبقى بيزوط الموضوع لنفسه مش القضية دي بس وقضايا تانية كتير يا باش مهندس القضايا اللي عليه دي مش قضايا جنعية دي قضايا التعويض 24 ساعة في النيابة اقبلة وراح النيابة اصلا ما هيخرب اهم حاجة عندي دلوقت مفيش حد تاني جارع ماد وصفي انت بتبتهمي في الحياة ما عرفش متعرفش ايه هندسك انت مش عايز تعرف مين اللي حاول يعمل كده في والدك مش عايز اعرفه انا لو طلته هاكله بسنان ايه لا لا ما توصلش لكده ومالان لازمت ايه برضه او اعدك فان انا هجيبه وهجبلك حققك تالت ام تالت تمام يا فنة طبعا انا متشكل لحضرتك جدا استأذانك بالوقتي بس عشان اروح للدكتور انت عارف الحالة يعني طبعا هندسك تفضل وهنتقبل تلك ان شاء الله شكرا جزيلا فضلك بسرعة شوية يا حمدي اكتر حاجة بحبها فيك يا استاذها انك عرفتني عن ايه اجر على اكل عيش يا حبيبي بسرعة شوية بقى كده مش هنلحق نلحق ايه يا مش الحادثة حصلت خلاص يعني لما اروح بدرة هنشوفها من اولها يعني يا بني ما انا قلتلك كمية مرة تخس مش نقصك بقى عالصبح في ايه يا حمدي انت زعلت؟ لا كنت باكت نفسي يلا يلا عشان نلحن الحادثة يلا بسرعة بسرعة يا رب يا رب يا رب حاضر حاضر حابة بتبتدور هي بتدور ما خبيش عليك يا استاذ رائف الرصاصة اللي قصابت ولد حضرك في ضهره جات في منطقة شعبت الحساسية في النخاع الشوكي يعني ايه حلا بنعمل كل ربنا قدرنا عليه بس ان والدك يرجع يمشي تاني زي الاول اللي عمل بعيد جدا انت بتقول لي يا دكتور يعني مش هيمش تاني طب احنا ممكن نسفره في اي حتة في العالم ومش مهم الفلوس بس يمشي صدقنا يا استاذ رائف لو في اي حتة في علاج لحالة والدك او يقدروا يعملوا حاجة اكتر باللحلة بنعملها انا كنت قلتلك وكن سفرت معه بنفسي اللي انا بقول له حاضرات ده رأي الطب مش عايزين ننسى ان ربنا دايما نقادر على كل شيء بدي لحاجة كesse صدقنا JON صدقنا صيح صدقنا 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 صدق صدقنا المترجم للقناة 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 طب انتي عارفة؟ أنا صحابي في البنجة ما قولك إيه هدى؟ أنا مانيش دعوا بصحابك يا ماما ما تعدش تكيلي على صعبانيات أنا مش نقص شفتي مش قلتلك اللي في دماغي هتعمله أختي وأنا عارفاها عارفة مين ولا مش عارفة مين؟ أنا خلاص كلمت حاسن نقولت له تعالى وندفهم بالراحة ما ليه عملت كده؟ طب إيه رأيكم بقى؟ أنا هخرج دلوقتي ومش هرجع غير وش الفجر ها؟ ايه ده؟ الحقيقة المجنونة بنت المجنونة دي؟ راجيا ملح اتعاش ده أنت حتة بيت الله مستحولي أنا باشمهندس ده خون مصطفى جولي أنك أنت هو أكثر من الإخواني مصطفى ده عشرة العمر هو اللي مهون عليها الصفر أخلاقه عليها جداً بعد ما شفتك وشفت العيلة هو يعني ما جابوش من برة سمقهم على وجههم الله يخليك يا باشموندس ده بس مكرم أخلاقك تشرب ايه؟ لا لا ما فيش داعه والله لما لسه جامل مشاور كتير انت عارب بقى الزمال في الصفر قدوهات ووشح الموبايلات على بلاي ستيشن ربنا يا جزي خير يا باشموندس بس برضا اللي بتشرب حاجة شكراً ده إحنا عندنا بون بقى ما تقولش العدوك عليها شكراً جداً يا دارش خد بقى عد دولي معقول برضا باشموندس ده كلام برضو؟ يا ملا مصطفى عد يا سيدي في بيتها عد دارش خلاص منو انت مسامة يا معامل ايه؟ خير يا مصطفى في حاجة؟ هو الحقيقة أصلي مصطفى كان إلي اني باعت عشر تلاف درهب ودلعت خمس تلاف بس انا مفتحتش الظرف والله انا زي ما اتدأولي بطولة انا نكلمه ما يدرش انا في بيتك انا في مصر اخوك معك هو وكلمك خمس تلاف اوه؟ ايه؟ مصطفى حبيب علب اعمل ايه؟ اوه وانت بعت فلوس كان؟ عشر تلاف؟ وماشة يا أخوه الموندس نير معك اه دارش لا لا غلط عندنا اكيد في في غلطة بكرة الصبح انا شاء الله المبلغ هيكون معا مع السلامة أنا آسف جداً إن شاء الله بكرة الصبح المبلغ كله هيكون معاك لا ما فيش حاجة باش مهندس واي وقت حضرك فوضى بابلك في حد دخل بيت الفلوس مشكلش بالك ماشي أنا لأجيلك انت مش هجيلي الفلوس كلها هكل عندك طب عشان خاطر أعملك في نجان أهو على مزاجك ماشي زي انا ما فتحتش الظرف معقول لكم مصطفى غلط بس ازاي ممكن يغلط في مئة امتين أنا خمس تلاف درهم موقف سخيف كنتش هتخيالي ما تحط فيه حاجة جنن السيطة حصل ألف شكرا عمنا لأقف باش تحت أمو ايه تمام؟ زي الفل طيب يلا بينا عالسحر والجمال لا لا بقولك ايه أنا مش عايز اروح المشوار ده ليه؟ مقلق نتبسك في الكمين ولا حاجة فيه ايه يا ابني احنا رايحين بعربيتي مش بعربيتك وبعدين انا كنت رجبة ورا محدش شافني أصلا وانت لابس هكب ونضارة فيه ايه؟ فيه ان الفار اللي عمال يلعب في عبي بينط البرة من كتر ما انا مقلق من الحوار ده يا هند هتجمد قلبك كده يا لأ فيه انت بقيت عايل سيس قوي كده ليه؟ سيس؟ هاهاهاها انت قديم قوي عموما يا ستي انا بقى سيس بجد لو ما جيتش النهار ده البيت وطلبت ايدك من أونكل فكك بس من أونكل دلوقتي اللي اصطفايا اللي هناك تستهل المغامرة رغم ان انا مقلق بس ماشي دولاب مرعي شمال وش شمال مسائل فول يا عم منا مسائل فول يا برينز فين حكتك الحلوة يا عم مرعي الحلو موجود بقول لك ايه ايه عم مرعي انت مفيش مرة تيجي كده لوحدك عم مرعي دي خطبت يا عم مرعي يا بو مانو ما تاخد دا وتسيبها عم مرعي بقول لك دي خطبت بلاش لا لا ها بقول لك يا عم مرعي بلاش ايه بس بس يعني دي اكتر بنت انا حبيتها يا عم مرعي وهتبقى امراض يا عم مرعي يا عم مهاتة وبعد كده اخط غيرها بس صوف قبل ما ايجي قبل ما ايجري ايجري يا لاب اخي انت او اولها او اصولها اتحفظها لغادي وراه انا من ساعة اللي حصل وانا بشرح لراجيا اني ما كانش قص يخونها او احب واحدة تاني عليها انا كان كل غرضي ان انا اخليك فو بس وخبيت عليها لاني بحبها مكنش عايز اجرحها وهو فيه جرحة اكتر من استاة تتخان انها تعيش عمرها كله مخشوشة في الراجل اللي بتحبه بتنام جنبه فجأة تصحى كده تلاقي كل الدنيا تها كذب في كذب قادي ده مش جرحة انوية حت عليها بكل يوم بحكاية شكل حتى الهداية اللي بيجبالها بيجبالها عشان حازز بالزمن مش عشان بيحبها مش كده ده مش جرحة انا بس كل اللي اهمي ان انا مش بس عاشت مخشوشة انا كمان عاشت خبيا لاني طول الوقت كنت بديك عظارة واقولي حرام حسن طول الوقت عشاء ايام في شكل بلاش يا حبيبي اهدى شوية في شغلك وانت تقولي لا معلاش معلاش يا راجي دي مصالح ناس دي مسألة حياة وموت اتاريك بتحيي ناش كلها وتموتني يا بانسي التلامش بالشكل ده الراجي بيقول شوف طولباتها ايه وهو مستعد ينفذها انا مستعدة انزل دلوقتي حالا اطلق الستة التانية كده بنتها البساطة ولا كأنك عملت حاجة يا راجي حسن شاريكي وعايز يعمل كلا لا مش عاريني لو كدش حاريني ما كانش خن انا عايز اعرف حاجة واحدة بس ليه ليه عملت كده مانا لو كنت رفضت ان انت تتجوز كنت هقول معزور ده انا اللي قلت لك روح اتجوز بعد اخر عملية تلقيح صناعي عملتها وفشلت ليه لما قلت لك كل واحد يروح لحياله مردتش ليه عملت كده دلوقتي علشان بيحبك يا راجي لا مش عشان بيحبني علشان بيحب نفسه ومش عايز يخسر حاجة اهز يا بنتي بس الراجي بيقول شوف طلباتها ايه وهو مساعد ينفذها تمام وانا ما عنديش غير طلب واحد طلت حتى عمرك في اللي انت عايزة كله اتطلق